اهلا بكم من جديد اكد والي ولاية الجزيرة محمد طاهر ايلا حرص حكومة الولاية على زيادة الانتاج والانتاجية وتقليل التكلفة بتنفيذ عدد من المشروعات الانتاجية في مجال الالبان واللحوم معلنا محاربة السوق الاسود والغلاء بالانتاج وتوفير السلع وتحقيق حياة كريمة للعاملين بان تصبح المرتبات والعائد قادر على الاستجابة لتلبية احتياجاتهم وقال ايلا خلال مخاطبة احتفال اتحاد عمال الولاية امس بتدشين مشروعات قوت العاملين بتوزيع سلع سكر رمضان الذرة والقمح ان حكومة الولاية تقف مع جميع المبادرات التي يقوم بها اتحاد العمال لصالح العاملين بالولاية معلنا عن تلبية احتياجات العاملين والذين اعتبرهم ملح الارض والمساهمين في استقرار الولاية بالانتاج والخدمات الى ولاية الخرطوم حيث اعلن وزير الصناعة بالولاية والاستثمار الباش مهندس عبدالله احمد حمد عن رغبة واستعداد كبير للشركات الاوروبية للعمل بالسودان وان وفدا كبيرا من رجال الاعمال والشركات الايطالية سيزور الخرطوم في اكتوبر القادم وقال الوزير خلال التقرير الذي قدمه الوزير لاجتماع مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم ان الحكومة الاتحادية اعتمدت مشروعات ولاية الخرطوم لزيادة الانتاج ضمن البرنامج القومي للانتاج البستاني والحيواني حيث ملكت الولاية دراسات هذه المشاريع للمشاركين في مؤتمر روما احتفل اتحاد عمال الولاية الشمالية الصباح اليوم بتدشين توزيع سلعة سكر شهر رمضان المعظم لجميع العاملين بالولاية حيث تقدر الكمية بخمسة وعشرين الف جوال وجدد والي الولاية الشمالية المهندس علي العواض محمد موسى لدى مخاطبته اللقاء الذي اقيم بهذه المناسبة اهتمام الدولة ببرامج تخفيف اعباء المعيشة عن كاهل العاملين مؤكدا ان حكومة الولاية شرعت في اجراء تنفيذ حزمة من المشاريع والبرامج للشريحة العاملين من بينها تنشيط التعاونيات وفتح مراكز للبيع المخفض لكل السلع الاستهلاكية مشيدا بجهود اتحاد العمال على المستويين المركزي والولاي اشتكى وزير التخطيط العمراني والاسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة المهندس موسى عبدالله من عقبات تعترض بداية العمل في طرق الولاية الممولة اتحاديا وقال لدى اجتماعه مع لجنة التخطيط العمراني والاسكان والمرافق العامة بمجلس الولاية التشريعي ان هذه المعوقات تتمثل في تحديد المسارات الخاصة بطريق قهوة الخشب كاب الجداد او شنيب وطريق ود السائح بمحلية الكابلين من جانبه دعا رئيس اللجنة لاهمية الالتزام بالمسارات المصدقة من وزارة المالية الاتحادية باعتبارها الممول لهذه المشاريع وضرورة الالتزام بالنواحي الفنية والهندسية اكد المهندس عبدالله حمد الشاي وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم اهمية تطبيق المعايير القياسية المتبعة في الصناعة لتفادي الخروج من المنافسة ولتحقيق النهضة الزراعية وابان خلال حديثه اليوم في المنتدى الشهر الثالث الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم بعنوان الصناعة والقضايا البيئية بمباني الوزارة مشيرا الى اهمية الجانب البيئي لضمان منافسة المنتجات الصناعية مشيرا الى ان الوزارة اعطت اولوية قصوى لادارة المناطق الصناعية متمثلة في النافذة الواحدة لاحكام السيطرة وقعت وزارتاء الزراعة بولايتين نهر النيل والخرطوم مذكرة تفاهم الاستدامة الانتاج وخلق توأمة بين الولايتين لتحقيق الامن الغذائي العربي عبر زيادة المساحات المزرعة من الخضروات التي تتم زراعتها وفق معايير السلامة والجودة جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع قيادتي الوزارتين بقاعة وزارة الزراعة بالدامر حيث تناول اللقاء العديد من الرؤى التي تدفع بالعمل الزراعي ذو اشار دكتور محمد صالح جابر وزير الزراعة بولاية الخرطوم الى همية التعاون بين الوزارتين مؤكدا دعم وقوف وزارته مع وزارة الزراعة بنهر النيل لحل كافة المعاوقات التي تعترض القطاع الزراعي بنهر النيل عقب الفاصل طائفة من الاخبار الاقليمية ابقوا معنا